أتعلمون من أن الكتاب الكريم أمرنا بأن نفرح بأي شيء في الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة من سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الفرح بفضل الله ورحمته هو خير مما يجمعون إذا ما رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة إلى تفسيرهم فما المراد من فضل الله وما المراد من رحمته التي أمرنا أن نفرح بها فضل الله هو نبوة نبينا ورحمة الله ولاية علينا فإن الفرح يكون بهذين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أمر واضح هذه اللام هي لام الأمر وقد دخلت على الفعل المضارع وهي أشد من فعل الأمر حينما تأتي لام الأمر اللام الأمرية وتدخل على الفعل المضارع فهذا يعني أن الأمر شديد 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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالقرآن يوجهنا أن نفرح بعقيدتنا ونبوة نبينا وولاية علينا لا معنى لهما من دون إمامتي وولاية الحجة ابن الحسن إنه أصل الأصول القرآن يوجهنا أن نفرح بأصل الأصول فافرحوا إذا كنتم تبحثون عن إمام زمانكم وأدركتم العقيدة الصحيحة أنا أقول لكم أنتم تنتظرون إمام زمانكم على عقيدة باطلة أي انتظار هذا أول نقطة لا بد أن تتوفر في الذي ينتظر إمامه أن تكون عقيدته سليمة وأول نقطة في تحصيل العقيدة السليمة أن يتبرأ من العقيدة الضالة التي حشرها في رأسه وقلبه مراجع النجف وكربلاء أن يتبرأ من تلك العقيدة الضالة عندي كثير من الحديث لكنني ماذا سأصنع لهذا الوقت سأقرأ عليكم هذه الرواية التي هي في سياق الفرح بإمام زماننا في سياق الفرح بنبوة نبينا وبولاية علينا إنني أقرأ عليكم من الجزء الرابع من البرهان الذي هو جامع للأحاديث التفسيرية التي جمعها السيد هاشم البحراني وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الجزء الرابع صفحة 32 الحديث السادس نقله عن أمال الشيخ الصدوق الرواية منقولة عن إمامنا الباقري بسنده ذكر السند عن باقر العلوم عن أبيه عن جده عن جده عن الحسين فالباقر يروي عن أبيه السجاد عن جده عن جده الحسين الحسين يحدثنا خرج رسول الله ذات يوم وهو راكب كان راكبا على دابة وخرج علي وهو يمشي رسول الله كان يبحث عن كل لقطة عن كل موقف كي ينبهنا كي ينبه المسلمين خرج رسول الله ذات يوم وهو راكب وخرج علي وهو يمشي فقال له يا أبا الحسن إما أن تركب وإما أن تنصرف يعني إما أن تركب دابة كما أركب أنا وإما أن تنصرف فإني لا أريدك أن تكون ماشيا معي وأنا راكب على دابتي وهذا الأمر عادي في الحياة في حياة المجتمع لكن النبي أراد أن يلفت الأنظار مثل ما قلت لكم قبل قليل كان يبحث عن أي لقطة عن أي مناسبة كي يوجه أتباعه إلى العقيدة السليمة إلى أصل الأصول فقال له يا أبا الحسن إما أن تركب وإما أن تنصرف لماذا فإن الله عز وجل أمرني أن تركب إذا ركبت وتمشي إذا مشيت وتجلس إذا جلست إلا أن يكون حد من حدود الله لابد لك من القيام والقعود فيه باعتباري أن الأميرة هو الذي ينفذ مراد النبي في حدود الله أعيد قراءة ما قرأته عليكم من الرواية وأرجو أن تدقق النظر في هذه الكلمات خرج رسول الله هكذا يحدثنا الحسن خرج رسول الله ذات يوم وهو راكب وخرج علي وهو يمشي فقال له يا أبا الحسن إما أن تركب وإما أن تنصرف فإن الله عز وجل أمرني أن تركب إذا ركبت وتمشي إذا مشيت وتجلس إذا جلست إلا أن يكون حد من حدود الله لابد لك من القيام والقعود فيه الكلام هنا كل ذلك مقدمة وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها هذه قاعدة يضعها رسول الله بين أيدينا إنها مصداق للقاعدة العقاعدية ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم لكن الكلام هنا عن أمير المؤمنين ولأمير المؤمنين خصوصية فهو من أئمة الأئمة وأئمة الأئمة ثلاثة محمد وعلي وفاطمة النبي يقول لعلي وما أكرمني الله وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها وخصني بالنبوة والرسالة وجعلك ولي في ذلك تقوم في حدوده وفي صعب أموره القاعدة القاعدة وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها هذا يذكرني بسورة الشرح أو الانشراح ماذا نقرأ فيها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك هذه كرامة لرسول الله أو لا من أن الله رفع ذكره حينما نسأل محمدا وآل محمد من مراد من أن الله رفع ذكره رفع ذكر محمد أن جعل ذكر محمد مصاحبا ومساويا لذكر الله سبحانه وتعالى في إعلان الإسلام والإيمان في الأذان في الإقامة في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة في كل مكان يذكر فيه الله يذكر رسول الله ورفعنا لك ذكرك هذه كرامة من الله أو لا السورة سورة الانشراح أو سورة الشرح تعدد جانبا من إكرام الله لمحمد صلى الله عليه وآله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك هم محمد وآل محمد يقولون من أن الله رفع ذكر محمد حينما قرن ذكر محمد مع ذكر الله في كل موطن يذكر الله يذكر محمد محمد يقول لعلي وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها فلابد من ذكر علي معهما بنحو الوجوب مثل ما يذكر محمد مع الله بنحو الوجوب ورفعنا لك ذكرك كرامة من الله فهذه الكرامة لا بد أن تكون لعلي بنحو الوجوب إنه أصل الأصول يا علي أنت أصل الدين وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها هؤلاء الأغبياء الذين يقولون إن الإمامة من فروع الدين وإن النبوة من أصول الدين فمثلما النبوة من أصول الدين فإن الإمامة من أصول الدين بحسب ما يقولون وحتى لو قالوا هذا فقولهم هراء الإمام هو أصل الأصول والإمامة شأن من شؤونه لكنني أناقشهم بحسب ما يقولون فحينما يقولون من أن الإمامة من أصول المذهب من فروع الدين من أن الإمامة ليست من أصول الدين أصول الدين هي أصول الأشاعرة هذا ما يقوله السستاني الخوعي محمد باقر الصادر كل المراجع من مراجع النجفي وكربلاء وقوم فباقر فبحسب قولهم من أن النبوة أصل فإن الإمامة ستكون أصلا وحينما يكون ذكر محمد واجبا حين إعلان الإسلام والإيمان سيكون ذكر علي واجبا وهكذا في الأذان وهكذا في الإقامة وهكذا في التشهد الوسط والأخير فليس هناك من استثناء من هنا قال إمامنا الصادق فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل أيضا فعل مضارع معلام الأمر مثلما مر علينا قبل قليل فليفرح في الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة من سورة يونس فليفرح فعل مضارع معلام الأمر فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين أستمر في قراءة الرواية وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها يا علي ولكن حوزة النجاف هي التي تسلب علي كرامته كذابون سفلة منحطون هذا هو عالم يضحكون على الشيعة هذا هو فقه محمد وآل محمد ثم يقول رسول الله مخاطبا أمير المؤمنين والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما آمن بي من أنكرك هذه المعاني مرت علينا في الزيارة الغديرية قرأتها عليكم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الآية الثانية والثمانون بعد البسملة من سورة طاها وماذا قال عندها رسول الله بحسب الزيارة الغديرية المضامين هي هي والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما آمن بي من أنكرك ولا أقر بي من جحدك ولا آمن بي من كفر بك وإن فضلك لمن فضلي وإن فضلي لفضل الله وهو قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ففضل الله نبوة نبيكم هذا كلام محمد صلى الله عليه وآله ففضل الله نبوة نبيكم ورحمته ولاية علي بن أبي طالب فبذلك قال بالنبوة والولاية فليفرحوا يعني الشيعة هذا ما هو كلامي كل هذا كلام رسول الله فبذلك قال بالنبوة والولاية والولاية فليفرحوا يعني الشيعة يعني شيعة الحجة ابن الحسن وليس شيعة المراجع الذين يعتقدون من أن إمامهم هو أصل الأصول ففضل ففضل علي هو فضل الله وهو فضل الحجة ابن الحسن على حد سواء ما لأولهم لآخرهم وما لآخرهم لأولهم صلوات الله عليهم هو خير مما يجمعون يعني مخالفيهم ماذا يجمعون من الأهل والمال والولد في دار الدنيا من كل شيء وما أجمعه لكم هنا عبر هذه الشاشة هو خير لكم مما يجمعه لكم مراجع النجاف أولاده أصهاره وضائياته كتبه خطباؤه عقائدهم الناصبية أضال فما يجمع لكم هنا هو خير مما يجمعه أولئك لكم أنا أحدثكم بحديثهم بقرآنهم بزياراتهم بأدعيتهم الفضل ليس لي وحق الزهراء الفضل ليس لي ولا أشعر بفضل لي الفضل لمحمد وآل محمد أن وفقوني أن حركوا لساني بذكرهم الفضل إليهم من جاء بالقول البليغي فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق ساووا كتاب الله الشاعر هم أعلى شأن من كتاب الله ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق كتاب الله شيء أحصي فيهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إذا كان الحديث عن القرآن عن المصحف فهو شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فهذا شيء قد أحصي في الإمام المبين فلا يمكن أن يكون شيء محدودا هو أعلى رتبة من الذي يحيط به ويحصيه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ثم يقول رسول الله والله يا علي ما خلقت إلا لتعبد ربك ولتعرف بك معالم الدين هو أصل الأصول وَبِعِبَادَتِنَا وَلَنْ يَهْتَدِيَ من أن الفروع في الدين هي أعلى رتبة من الولاية هؤلاء قد ضلوا عن علي وضلوا عن ولايته هذه عقائد مراجعكم في النجف عرضتها من كتبهم ومن فيديواتهم في البرامج السابقة هذه عقائد مراجعكم الآن الأحياء الذين تقلدونهم وعقائد الأموات منهم أي تخيبة هذه أي منطق هذا هذا منطق محمد وآل محمد والله يا علي ما خلقت إلا لتعبد ربك ولتعرف بك معالم الدين ويصلح بك دارس السبيل ولقد ضل من ضل عنك ولن يهتدي إلى الله عز وجل من لم يهتدي إليك وإلى ولايتك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يعني إلى ولايتك تلاحظون أن القرآن وأن الزيارات وأن الروايات بكلها تشكل لوحة واحدة ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على منهج حوزة النجف ولقد أمرني ربي تبارك وتعالى أن أفترض من حقك ما أفترضه من حقي فمثلما حق النبي أن يذكره في التشهد الوسطي والأخير فحق علي كذلك بفرض من رسول الله ماذا يقول لكم هؤلاء الأباعر من أن صلاتكم تبطلوا حين تذكرون عليا في التشهد الوسطي والأخير هذه عقائد آل الله هذا هو فقه آل الله هذا هو دين آل الله تقبلون به أو ترفضون يا أيها الديخيون ولقد أمرني ربي تبارك وتعالى أن أفترض من حقك ما أفترضه من حقي وإن حقك لمفروض على من آمن بي ولولاك لم يعرف حزب الله وبك يعرف عدو الله ومن لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء ولقد أنزل الله عز وجل إلي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني في ولايتك يا علي هذا كلام رسول الله ما هو كلامي يعني في ولايتك يا علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي رسول الله هو الذي يقول هذا الكلام ومن لقي الله عز وجل بغير ولايتك فقد حبط عملي ومراجعكم في النجف يقولون من أن أعمالهم كأعمال شيعة علي هذا هو فقه النجف يخالف فقه رسول الله أتعلمون أنتم خلف من تسيرون ومن لقي الله عز وجل بغير ولايتك فقد حبط عمله وعد ينجز لي وما أقول إلا قول ربي تبارك وتعالى وإن الذي أقول لمن الله عز وجل أنزله فيك كل ما قلته هو من الله وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها هذا القول من الله ولقد أمرني ربي تبارك وتعالى أن أفترض من حقك ما أفترضه من حقي ماذا أقول لكم وقت الحلقة انتهى وكان في نية أن أقول أكثر من ذلك ماذا أقول لكم كل هذا يشير إلى أن الإمامة هو أصل الأصول شكرا لكم